محاربة البعوض أخر من المتدخلين في إطار موحات مقنن ومعسس وبالتالي يعتمد هذه المحاربة النواقل التقنية جداً مضبوطة علمياً اللي هو أولاً تحديد البؤر ديال تكاثر البعوض وتحديد بخرائط خرائط وكاد لك مسحات في نفسها نوعية المياه اللي كتحدد لك طبيعة تدخل وكاد لك طبيعة العلاج مجموعة من نوقات اللي كترفها في مدينة طنجل اللي كترفتها كاتور بحكم أن فيها مياه وبؤر وبالتالي اللي بلانيفيكاسيون دياله واضحة وتدخلات بدات محاربة البعوض كي بدأ مع النشأته بقي على مستوى للارف وفي نفس الوقت هناك تدخلات ما يسمى بالفرقة تدخلات الكبرى اللي كتمن على مستوى الرشب الموبيدات وكاد لك التدخلات الفيزيائية وكتجي واحل وقيتا اللي كنعمل تدخلات على المستوى مستوى الإقليم ما شي غير التورة بالجامعي بل مستوى الإقليم ولي كتكون فيه كذلك التدخل ديال من العلاج بالطائرات اللي كتجي في واحد الوقت معين اللي يحددوه الطبيعة التكاثور وفي نفس الوقت ما يسمى بالديفلومت من بيولوجيك ديالالارف ديالالمستيك دونك مسائل جيد تقنية كنا تم يدعو لها ننقول لك بلأن بين المدن المجهزة وهي مدينة طنجل وفي نفس الوقت كين وزارة الداخلية لالدجستي ديركسون جنرال ديكولكتفتي تيريتوريال ولا ديركسون ديال السرفيس بيبلي اللي كتمد كل سنة بمواحل بيجي معين اللي كتعاون به الجامعات بصفة أهمة لا في اللي كيب مو ولا في ناحية شرع الموبيدات ولا بتقنية المتخادة وفي نفس الوقت كينين بلاتفورم اللي كيكون فيه على السويفي السويفي ديال جامعة التدخلات في بلاتفورم اللي كيكون نو ابدا مادر وفنافس الوقت ديال رابطتكاليين occurred ديالي بالنسبة لي بياها كار نوش ترفو موبيدات اللي كيكون شرع الموبيدات اللي كم موحرابة اللي باعد اللي كم موحرابة الأصفة الا شرع الموبيدات اللي كن تقليل اللي باعد اللي كم الان كتعاون بمكينش تستعميموا موبيدات بطريقة عشوائية نحن نفضل التخيط من الفيزيك لكي نشفع البؤر ونحن نحن طريقة العمل في كل بؤر طريقة تدخل في كل بؤر سواء بالمسائل المطريل بالغوبة أو بالمسائل الرسل المبيد بالطيران اشتركوا في القناة